إذن كان هذا خطاب رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتانياهو من أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين وحول هذا الخطاب وتعقيبا عليه أرحب بالخبير في شؤون الشرق الأوسط أستاذ علي واكد أهلا بك إذن رأينا هذا الخطاب ومعادلة حددها نتانياهو يقول محور الخير المتمثل بإسرائيل مقابل محور الشر وهو إيران حسب قوله نعم وهذا كان محور خطابه منذ اللحظة الأولى وحتى اللحظة الأخيرة على العالم أن يقطار الوقوف إلى جانب إسرائيل وهي محور محور الخير من وجهة نظر بن يمين نتانياهو أو الاستمرار في انتقاد إسرائيل والهجوم عليها وبالتالي وبشكل غير مباشر يعني الوقوف إلى جانب إسرائيل ونتانياهو كما يحب دائما نتانياهو عرض الأزياء أنا أسميها يحمل الصور صورة محور الخير إن تجلى ويتجلى كما يقول بالاتفاقيات بين إسرائيل والدول العربية فهذا سيكون محور ازدهار للمنطقة ولكما قال ملياري إنسان يعيشون في المنطقة بينما الظلام يسود المناطق التي تشهد نفوذ الدولة الإيرانية عمليا وضع إطار بن يمين نتانياهو لخطابه في داخل هذا الإطار كانت طبعا الدفاع عن إسرائيل من كل التهم التي توجه إليها وبما في ذلك في الخطابات التي شهدت أعمال النجمية العامة وبما في ذلك خطاب سمعه خطاب من سبقه بكلمتين الرئيس السلوفيني وقال أن إسرائيل هي تدفع عن القيم الإنسانية والعدالة والديمقراطية بينما أعداءهم أعداء هذه القيم المتمثلة بإيران وحلفائها هذا الخطاب أستاذ علي الذي وجه فيه اتهامات لحماس تهديدات لإيران تحدث أيضا وتباهى بإسرائيل أنها حققت إنجازات مقابل حزب الله وهو أيضا أراد دغدغت مشاعر أمريكا لربما والغرب بالحديث عن أنهم لا يمكنهم أن يقبلوا باستهداف مدنهم كما تفعل حماس وحزب الله مع مدن إسرائيل وقال أيضا أن مثلا الفلسطينيين يدفعون الرواتب لقتلة إسرائيليين وأمريكيين وضع دائما إسرائيل في صف الغرب الغرب النير من وجهة نظره الذي يواجه الشر والظلام المتمثل بإيران ومحورها نعم داليا كان هذا الخط على طول الخطاب حاول بن يمين نتنياهو أن يحاول استعادة بعض الشعبية لإسرائيل بعدما تعرضت لهجوم منذ السابع من أكتوبر عمليا بعد ردها على السابع من أكتوبر وهاجم الدول التي تقف ضد إسرائيل واتهمها باللاسمية وقال لهم أتركوا تطرفكم بمعنى أن بن يمين نتنياهو وصف كل من يعارض إسرائيل وكل من ينتقد إسرائيل بالتطرف وبالمعادي للسمية أنا أعتقد أن نتنياهو كان نتنياهو أفضل خطيب على الإطلاق في تاريخ السياسة والقيادة في إسرائيل ولكن على ما يبدو خطابه يوجه بالأساس إلى الشارع الإسرائيلي اليوم شاهدنا استطلاع الرأي في إسرائيل داليا يظهر استعادة بن يمين نتنياهو وتحالف اليمين المتمثل بالإتلاف الحالي بعض قوته وشعبيته في استطاعات الرأي وبن يمين نتنياهو وجه خطابه بالأساس إلى الجمهور الإسرائيلي ليقول لهم أنا أقوم بما يجب القيام به من أجل الدفاع وحماية إسرائيل ولا أتردد أن أقف هنا أمام قادة العالم في الجمعية العامة لأمم المتحدة لأدافع عن حق إسرائيل وطبعا هو قال أن كل ما تقوم به إسرائيل هو الحماية لحماية نفسها وأن هي التي تتعرض للإبادة الجمعية ولا تقوم بالإبادة الجمعية وتطرق طبعا إلى المدعي العام لمحكمة الجينات الدولية الذي أصدر مذكرة اتهام بحقه وبحق وزير أمنه يو آف جالانت وقال أن مذكرات الاتهام يجب أن تم إصدارها بحق إيران وقال أن مجرمي الحرب الحقيون موجودون في إيران وليس في إسرائيل وأيضا أستاذ علي نقطة أخرى تطرق إليها نتنياهو السلام الإقليمي والسلام مع السعودية قبل السابع من أكتوبر كثر الحديث عن تطبيع بين إسرائيل والسعودية وهو الآن يعود ليتحدث عن هذا الموضوع قال أن السلام مع السعودية يعود بالنعم على الدولتين أي السعودية وإسرائيل وأيضا هو أفضل وسيلة لمحاربة إيران كيف تعقب على هذا التصريح؟ يعني لا أدري إن كان خروج المندوب السعودي منصق مع الجانب الإسرائيلي ولكن إذا ما تعطينا مع الواقع وليس مع الكوليس ومع التحليل المندوب السعودي لم يتواجد في القاعة خلال كلمة نتنياهو هذا على ما يبدو إشارة من السعودية أن تعطفها موجود ليس في الجهة التي يحاربها نتنياهو على الأقل من الناحية العلانية أنا أعتقد أن إسرائيل تريد السلام مع السعودية السعودية تريد السلام مع إسرائيل ولكن تبقى هناك مشكلة صغيرة جدا 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 اسمها الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والسعودية موقفها على الأقل المعلن موقف ثابت تقول لن تكون هناك علاقات مع إسرائيل دون حل القضية الفلسطينية هي ربما لا يسبب ضرور أن تكون دولة فلسطينية ولكن الحل الذي يرضاه الفلسطينيون والسعودية تقف الآن خلف مبادرة جديدة مبادرة دولية جديدة تحالف دولي تحالف دولي لإعادة حل الدولتين على طاولة المجتمع الدولي مرة أخرى من الناحية الاستراتيجية لا شك أن السعودية تريد التقارب مع إسرائيل تريد السلام مع إسرائيل لكن بنيميد نتناهو يعتقد أنه يعيش في فراغ وأن السعودية موجودة في فراغ وأنها يمكنها أن تتجاوز ثوابتها ورأيها العام في السعودية ورأيها العام العربي ربما هذا كان ممكن قبل السابع من أكتوبر لكن الأمور تغيرت بعد السابع من أكتوبر وحتى الدول الأخرى الموقع على اتفاقيات إبراهيم نرى أن العلاقات هادئة بينها وبين إسرائيل مثلا الإمارات المغرب من ناحية كانت ربما من أكثر الدول العربية التي شهدت تظاهرات إسنادا لغزة والفلسطينيين وعلى يعني تختلفت وجهات النظر لربما بعد السابع من أكتوبر أستاذ علي قبل الختام تطرق أيضا نتناهو إلى حزب الله وقال إننا سنهزم حزب الله في لبنان بعد هذا الخطاب وهذه الهيئة التي ظهر بها اليوم بن يمين نتناهو نتحدث نحن عن مبادرات أمريكية فرنسية إسرائيل وحزب الله هل نتناهو في هذه الأثناء جاهز للذهاب إلى طاولة المفاوضات وما هي أوراق القوة التي سيستخدمها كزعيم دولة على طاولة الأمم المتحدة قال اغتلنا قيادات حزب الله اغتلنا من خلف هؤلاء القيادات وسنستمر في اغتيالهم وحتى قبل صعوده إلى الطائرة التي قالته لنيويورك قال أنا أوعزت إلى الجيش باغتيال مسؤول وحدة المسيرات في حزب الله يعني نتناهو يتغنى بهذه الإنجازات ولا يبدو في هذه المرحلة أنه سيوافق على أي مبادرة وقف إطلاق نار إن أصر الجانب الآخر حزب الله والجانب اللبناني على الرب بين جبهتي لبنان وجبهة غزة لأن هذا ما قاله حزب الله أنا أريد وقف إطلاق النار عندما تتوقف الحرب في غزة وبنمين نتناهو غير قادر على وقف الحرب في غزة لأسباب سياسية بالأمس كان خطاب الرئيس الفلسطيني أيضا واليوم يقول نتناهو أن عباس يدعي السلام ويدفع الرواتب لمن يقتل الإسرائيليين والأمريكيين باقتضاب كيف أنه قيم هذا؟ هي ذات النغمة لرئيس عباس يعني خطابه لم يجدد شيء وكذلك الأمر بالنسبة لبنمين نتناهو نفس النغمة تبقي على الطريق المسدود لهذا الملف والسؤال هل المجتمع الدولي بالفعل سيضغط من أجل إحداث انفراج لأن دون إحداث انفراج سنبقى في الدائرة المفرغة للعنف والعنف المتبادئ شكرا لك أستاذ علي واكد الخبير في شؤون الشرق الأوسط مشاهدين أشكركم على طيبة المتابعة وألقاكم في تمام السابع موسيقى موسيقى